يا الله مش مش كلها تحدث في أعرق العائلات أنهم يغيروا موقفهم من العدو بس الحليف أكيد أنه يعني خصوصا مثل هذه هذا حليفكم وهذا اللي جيتوا من أجل إنقاذه شرفنا بمقابلة فخامة الرئيس اليمني طبعا إحنا تشرفنا بمقابلة الرئيس عبد الرب المنصر هذه وتقدم عنا طبعا شي طبيعي أنتم تتشرفوا باللقاء فخامة الأخ الرئيس خصوصا يعني واحد زي حالتك عسكري وغارج الخدمة ولتقى برئيس الجمهورية طبيعي أنه بقيت شرفوا على الغداء وزد عزمة على الغداء طبيعي أنه تتشرف وكرشك يعني ما فيش أي إشكالية وهذا متوقع التقيت برئيس الجمهورية طبيعي أنك وتصورت معه ويمكن مثل الشماغ هكذا قاله وقع لي في الشماغ طبيعي يستغل الفرصة عشان ذكريات في الشماغ طبيعي أن أنت تتشرف بالرئيس ويكون هذا موقفك ومتجمل منه الرئيس عبد الرب ومنصور هادي ليس له شعبية يعني صراحة هذا لا يعتبر غاية يعني ما لا شرعية ما لا شعبية في الجنوب بصراحة والشمال اللي موجود مناطق الحواثين ما يبونه أنت لو فيك خير ما هربت مصنعاء روح للحوذي اللي هربك لا 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 ما سرعي احتضم الغداء أش حصل مش صاحب الفخامة وتشرفت بلقاءه الآن خلاص لا عدل شعبية ولا شرعية ولو في خير ما خرجها الحوذي ايش اللي يغيرك ولي وكعلك فالشماغ ايش اللي يغيركم او معد عزمك شي خدا يلا سهل لا عرفت السبب عرفت السبب الآن وبدو يشماغ ولي وكعلك هادي فالشماغ دخلها المقصلة وامتسع التوقيع مش ذنبنا هذا هذا مش ذنبنا انك تغير مواقفك مرة ثانية خلي يعمل لك وشم انا تمام؟ وشم عشان ما عادي يمتسحش ايو انا نصحتك والوشم من الوشم ابيض